أم عبد الرحمن تقول يعني أصبحنا نلاحظ تغير في الفتاة وأشياء كانت محرمة أصبحت حلال شيء من هذا القبيل ضربت مثال بالرموش مثلا تقول يعني كيف أقنع بناتي كنا يعني نثق ببعض المشايق كنا نأخذ أقوالهم تلاميذهم الآن صاروا يعني يقولون أشياء مخالفة وشيء من هذا القبيل يا أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك وسع صدرك وخذ الأمور يعني بهدوء أولا أختي الفاضلة ما يمكن أبدا لعالم أفتى بشيء مجمع عليه مجمع عليه على أنه حرام يروح يغير فتوى يقول حلال أبدا أنا ما أعرف عالم من العلماء شيء حرام شيء حرام يروح يقول بعد لا حلال الربا الزنا السرقة شرب الخمر الرشوة الغش أبدا ما فيه ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الصيام ترك الحج مثلا لمن كان قادرا مستطيعا مثلا أنا أضرب أمثل ما فيه أختي الفاضلة طيب ممكن العالم يتغير في بعض المسائل تتغير فتوى الجواب نعم ممكن في أي مسائل المسائل الاجتهادية المسائل الاجتهادية بمعنى أن أحيانا العالم يجتهد في مسألة يتوصل هو إلى أن هذا ما يجوز هذا ما يجوز ثم مع البحث يتبين بأن الدليل ضعيف فيرجع يقول يجوز مثلا أو يجتهده من خلال الأدوات اللي عنده هو عنده أهلية هو درس هو العالم يعني ما يقول للشيء هكذا نحن نحسن الضم بالعلماء وأنه ما يمكن لعالم أنه يتعمد الخلاف أو يتعمد قول الباطل لكن هذا اجتهادهم فمثلا أنت ذكرت الرموش الرموش أخت الفاضلة ما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه والله الرموش تركيب الرموش حلال أو حرام ما عندنا عندنا شيء اسمه الوصل النبي عليه الصلاة والسلام لعنى الواصلة والمستوصل واضح عندنا فريق من العلماء يقولون الوصل لغة وشرعا وصل شعر الرأس بس واضح فلذلك قالوا الرموش حلال عندنا فريق آخر ولي أنا منهم يقولون بأن الوصل وصل شعر بشعر ولو كان شعر الحاجمين ولو كان شعر الحاجمين قالوا هذا وصل ولذلك هم الآن أخذوا هذا الحديث وجعلوا الوصل كل ما هو وصل شعر شعر بشعر فقالوا من جملة ذلك الرموش الرموش طيب هل هذا ذنب العالم أنه يجتهد مثلا أنه يصل إلى حكم مثلا معين نأتي الآن إلى المسألة لأنت الآن في صراع في نفسك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول يقول استفتي قلبك وإن أفتاك المفتونة وأفتوك استفتي قلبك في أي شيء في الترك في الترك وليس في الفعل بعض الناس الآن يجي مثلا الآن المثال الذي ضربته أم عبد الرحمن فيما يتعلق بالرموش الآن عندنا قول عليه جل من العلماء على العين والرأس محترمين وعلماء ما يشك فيهم قالوا بأنه ما لا علاقة هذا الرموش هذا ما لا علاقة بالوصل يجوز هذا ذي زينة تتزين المرأة لزوجها بين نسائها والقول الثاني قالوا ماذا قالوا لا من الوصل يجي هنا استفتاء القلب استفتاء القلب ليس على القول الأول لا على القول الثاني استفتي قلبك فإذا أنت يا عبد الرحمن تقول لا والله أنا في صراع ها خذي بالقول الثاني هذا الذي قصد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الذي وجه أهل العلم قالوا بأن استفتاء القلب يكون في الترك وليس في الفعل وليس في الفعل ولذلك أخت الفاضلة الله يرضى عليك يبارك فيك نحسن الظنب العلماء الحمد لله المشايخ اللي ذكرت وماتوا ولله فتاوهم موجودة والحمد لله يعني كأنهم معنا الآن لأنه اللي كان يفتون فيه هو هو لكن ما يلزم يا أخت الفاضل يعني أحيانا أنا في هذا البرنامج مشايخي اللي تتلمدت عليهم وكذا يمكن يعني أقول جواب مخارف لهم لماذا لأنهم علمونا هذا علمونا أننا نتبع الدليل العالم قد يخفى عليه الدليل أو قد يجتهد ويرى بأن الدليل مدلول اللفظة كذا مدلول اللفظة كذا الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة إذا ذكر العلماء فالنجم مالك ماذا كان يقول كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر الصحابة الصحابة هم الصحابة اختلفوا في مساء الفقهية فروعية عملية ومع ذلك ما ظلل أحدهم الآخر ولا قال والله تغيرت الفتاوى وتغيرت الدنيا وتغيرت العلماء لا ما يقولون هذا الكلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر ليس على الخطأ وإنما على الاجتهاد اللي بذله واضح يا عبد الرحمن ولذلك اختلف فاضلة تتسع صدورنا أنت ما شاء الله عليك الله مبارك واضح عندك استقامة وتديون وتبغين بناتك مثلك نسخها مثلك الآن أنت ما تركبين الرموش بناتك الآن يقولك والله لا عندنا الشيخ الفلاني لو أخذوا ما أقدر أقولهم شيء لكن أخذوا بهواء والله علشان شافوا مثل ما محرك البحث وقالوا عن دور اللي يوافق هوانا ولا ولا يريدون الحق هنا القضية اللي بينه وبين الله عز وجل بارك الله فيك عموما طوفنا شوي عن وقت البرنامج لأن سؤال للأختب عبد الرحمن يعني شوي دسم مثل ما يقولون والجواب طويل وهناك أشياء كثيرة لكن إن شاء الله لعل فيها كفاية اختسال ما سامن